هذي برايم تايم 8.51 دقيقة ان شاء الله طريقة سلامة للناس الكلي اللي تسمع فينا فكرة هبهكم شكرا لكم على اختيار موجات راديو ميد منظر اليوم الصباح قمنا على فيديو الدولو برشا في مواقع التواصل الاجتماعي تعرف الاحتفالات بالمولد النبي ويشاريف في القيرة وين انطلقت وتفاجأنا بفيديو ساير عليه برشا بوليميك ناس تحكي على مشاهد غير اخلاقية خلال عرض اسطنبيلي هكا اعتبروها العرض اللي شاهدوها البرح في القيروين وهذا اللي خل جمعية المولد النبوي تدخل وتعتذر على العرض هذية وتقطع الاستمرار العرض معنتها واعتذرت للناس اللي كانوا موجودين الغريب انه هو عرض باحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف ولكن شفنا فيه رقص بما لبس اعتبروها غير محتشمة وهذا اللي خل صار برشا جدل عليه الموضوع هي غير محتشمة مش لا اخلاقية يعني لا اخلاق يسم شنايس ربايد بالطريقة هذية هو شوف يظهر لي في كل اتار فما شخص ورموز وفما اشياء تناسب ولا ما تناسبش فما عدم تناسب ما بين العرض ما بين المناسبة المناسبة هي مناسبة دينية اللي فيها النجم نحي تراثنا كما البوسعدية كما غيرها يعني نبقى في كل السياق اللي فيه شوية خرافة اللي فيه شوية خيال اللي فيه احياء الخرافاتنا التقليدية الشعبية وفي ذات الوقت زادة كذلك هي مناسبة زادة لطرح القضايا الفكرية الكبرى في القيروان يعني تولي منارة وتولي ما هوش فقط لجانب فولكلوري ما يلزمش تتحول مناسبة المولد النبوي الشريف في القيروان إلى مجرد عرض فولكلوري لنجم النوع والنوع فيه إطار الطابع الخاص بالمناسبة وإلا باش نفشل وتعطي مفعول عكسي وتعرف فما ناس تسنى في الدورة وفما ناس يقولوا هاول انحطات وهاول انحلال ويزيونا من إحياء التراث وقت اللي انتوما تتعطا طول مرة نشوفوا عرض كيف من هكا منظر في القروين وقت الاحتفال بالمولد يعني عادي انه يصير البوليميكا اي تصير البوليميكا عادي جدا نحنا حتى في السينما نزلنا ما نجاوزناش المشكلة متاع الجسد وحتى في علاقة بتراث نراه بعاد يسر على التراث العربي الإسلامي في علاقة بالمادة هذه وبالموضوع هذا نزلنا نتعطاه انطلاقا من برشة نفاق وبرشة إسجيواجية في الخطاف نعرف معنا تعورض اسطنبالي كيفاش تصير ما الغريب انه علاش اختيار الملابس اذيكا سعر تماو اذاك فما ناس تحب توثير طو هذي المأساة الكبرى راو وفاة وانتي تعرفها مليح انه باش تجلب الانتباه يلزم الإثارة ومش عارفها المنطق هذا ويمشي هزنة خايف لانهار منتا ناس ممكن تعمل تضرب رواحة ولا تعمل من احتفال ثقافة الباز لا ثقافة الباز جسوما لانجم واحد يقولي على طريقة شهاية الاحتفالات يقولي يخبط روحوا على بلتو ولا حاجة كمنا هكا والله بالرسمي ما بالعودة للاحتفالات منذ كيما كل عام التوقعات انه عدد زوار القيروين سناب شوصل المليون زير شال هذا نتمنىوه لبلادنا تونس محتاجة للفرحة وتونس محتاجة للتسويق وتونس عندها خصائص راهو يتوانس عندنا خصائص ماش موجودة في البدن الأخرى ويلزم نخلقو شوفتوا المناسبات والمهرجانات راهي شكل من أشكال استثمار وفيها برشة ربح وفيها كذلك تسويق الصورة تونس تونس يزون بزوان دو سارة يزون بزوان دو سارة نخلقو المناسبات في الرياضة في الثقافة في زدك نفس الشاي في السياحة نفس الشاي يعني في كل المناشط انه تشوف نجم نخلق عالم حتى في الليلة النشاطات من خلال حكيت أنت على الخيال المرة اللي فاتت الخيالي نجم رويه الخيال وعنا شاباب مبدأ على نجمات الكونسرفاتوار اللي يخرج فيهم في انتلاب مع هاد الموسيقى راهو أنا ندعو حتى أصحاب النوزل وأصحاب المطعم نسالش دز أتوديان كي هون بزوان درجان أنا نقول خيال إرادة وفلوس فلوس مهمة إمكانيات المردية إذا كانت تولي أنتي وجهة وتعرف تسوق الفلوس الجيك من الخارج نحنا نحنا بزوان أو دوغنفلو إلي كاسمتعنا بالدوفيس ونجمو نبيعو للخارج وعنا شاباب مبدأ شوية ثيقة في الشباب هذا أطوي يعملك العجب يعملك العجب يعملك من أحساب ويسوق الموسيقى ودي بارتيسيون أنا شفت شباب لقيقة رائع صحيح صحيح هو مدامنا منذر زيدا نحكيو على المول تعرف المول تربط في عقلية التوينس زيدا بالزقوغو بديت تخامن في شاريني زقوغو ونعرش أنت كفاش تحتفل بيس خاطر والله أنا شوف بيانسور الزقوغو هذا كموجود معني في العائلة والمدام وميدوفي وصي بيان كالعائلة الكبرى واصدقائي هذا كذلك هو جانب شنو المعملية العملية لكلها رهي مرتبطة بحاجة باش مرتبطة مرتبطة بأنه هذا كراو النسيج الأوسري والنسيج الاجتماعي يتقارب في المناسبات الدينية وفي الاحتفالات بيهي برشا الكوزين رهيه والمطبخ والأكل في كل حذرات رهيه عنوان حب وعنوان سلام وعنوان تأخي دونك فو باك روار ممكن يهو عنوان حب وتأخي ماذا بيههم يراعيون شوية في أسعار الزقوغو في خويستيك زيدا في السعر يبطى شوية في التجارة ما عادش عنا حب وتأخي نوليو يعني بالحكس يعني وقت المشي بيها التاجر تاجر كل عام تنسى يشكيوا من أسعار الزقوغو على ذاك هي فرصة وكل عام يشري وهذاك هي فرصة بش نقولولكم عليش ما ترجعوش لعدادكم القديم العصيدة البيضة عليش لي كواكل العصيدة البيضة يعني باهية برشا وحلوة برشا وهذاك توراثنا ما نتصورش وما كانش رو الزقوغو عوض الأكل وقلي كانت مجاعة لذلك نحن كما اللبليبي تواسل وفاهمت اللبليبي أو اللي بجي الموسم وفاهمت على اللبليبي أنا من أكلوش لحقيقة أنا من أكل كاسكروت اللبليبي في بنزرد صحفة قوي علي منظور دراسة في الخارج تأكل الكاسكر تخلنا في موضوع الميكلة وبدأنا نجو في استوديو وقاية زملائي شكرا لكم الناس الكلي اللي سمعتونا اليوم في برايم 58 دقيقة بعد شوية الأخبار بالحسن الفرشي شيف الجن والتقني محمد تاهر بن شعبين في التصوير والإخراج الرقمي مع ذا الشريف في الأعداد منظر مشكور نحيوكم الناس الكلي اللي استمعتوا لنا من 6.5 متع صباح حتى للتس